أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لأنتم أسد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يقومون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر تأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم ستا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمدهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكبر فلما كفر قال إني بني أمدعك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنشتهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الخالدين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَعْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ هَوَلْ تَنْظُرْ نَفْرُ مَا قَنْدَمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ قَبِيرٌ مِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ رَسُوا اللَّهَ فَآسَاهُمْ أَنْفُزَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وأصحاب الجنة هم والفائدون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ووئيته قاسعا متصدعا من قرشة الله وتلك الأمثال نطلبها للناس لعلهم يتذكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم القيب والسهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن وهيمن العزيز الجنفار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله القالق البارئ يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ترجمة نانسي قنقر